أشير مشاهدين لهذه الصور المباشرة التي نتبعها عبر شاشة الحدث صباح هذا اليوم وهي لغصول السفينة أمانة سفينة الإجلاء هذه التي انطلقت من بورت سودان تصل في هذه اللحظات إلى ميناء جدة على متنها 1687 شخصا وذلك من 58 جنسية وكانت المملكة العربية السعودية كان لها دور سباق وكان لها دور ريادي في عملية الإجلاء التي لم تقتصر على البعثة الدبلوماسية السعودية أو الجالية السعودية بل تعدد ذلك إلى عملية إجلاء كبيرة وكبيرة للغاية كنا تابعنا أضلا على مواقع التواصل صور كثيرة وفيديوهات بثها من تم إجلاؤهم من توجهوا إلى السفارة السعودية من الجاريات التي على متن هذه السفينة كما تظهر الأخبار العاجلة على شاشة الحدث الأغلبية يبدو أنهم من اندونيسيا 560 اندونيسيا على متن هذه السفينة بالإضافة إلى 239 من اليمن و198 سودانيا من من اختاروا الإجلاء على متن هذه السفينة سفينة الإجلاء أمانة تعتبر أكبر عملية إجلاء منذ انطلاق الأزمة في السودان السفينة تعتبر أكبر عملية إجلاء على متنها 1687 شخص وهي وصلت إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في مدينة جدة السعودية على شاطئ البحر الأحمر وكما سبق وذكرنا تعتبر هذه العملية هي أكبر عملية إجلاء منذ لحظة انطلاق الأزمة في السودان معظم نزلاء هذه السفينة أو ركابها معظم ركاب هذه السفينة هم من جنسيات أسيوية نحو الثلث من أندونيسيا وذلك بالإضافة إلى عدد كبير من اليمنيين وجنسيات أخرى عدد الجنسيات لركاب هذه السفينة نحو 58 جنسية أعود إلى الحوار مع ضيوفي كنا نحاول الحديث مع السيد عطاف نحاول وصول مرة جديدة للسيد عطاف ضيوفي من الخرطوم مع تقطع الاتصالات هناك السيدة أسماء الخروج القيادات التابعة للنظام السابق بهذا الشكل يعني كيف يمكن وصفه بأقل تقدير نعم يعني بالطبع خروج السيد أحمد هارون الوزير السابق في نظام البشير وكان أيضا هو آخر رئيس لحزب المؤتمر الوطني المنحل بعد الرئيس البشير وأيضا متهم في القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية مع الرئيس البشير وآخرين خروجه هو يؤكد الهواجس والشكوك والزنون وأيضا اتهمات قوات الدعم السريع وآخرين من الأحزاب السياسية بأن من فجر هذا الصراع هم الإسلاميين من فلول النظام السابق وأنهم هم من يشعلون المعركة ويشاركون فيها ليس هذا الإعلان الأول كان هناك أيضا بيان للسيد علي كارتي وزير الخارجية السابق ومسؤول الحركة الإسلامية ويقول أنهم في انتظار يعني إشارة الجيش للمشاركة في المعركة هناك كثيرون يرون الآن أن خطاب السيد أحمد هارون هو مضر بمعركة الجيش السوداني أمام قوات الدعم السريع هذه المعركة التي حاول فيها الجيش أن يحشد المواطنين معه وأنه هو الجيش الوطني الذي يواجه تمرد قوات الدعم السريع التي وصفها بالميليشيا الخارجة عن القانون وبالتالي هم يعني يعني في رأيي أنه خطاب هارون بالفعل يمكن أن يوجه رسائل سلبية على أكثر من صعيد على الصعيد الداخلي في السودان هناك قطاعات واسعة هي ضد النظام السابق وهي الآن عندما تدرك أن من ينخرطون أو يريدون الإنقراط أو يساعدون في هذه المعركة هم قادة الإسلاميين الذين صاروا ضدهم وأسقطوا نظامهم في أبريل من عام 2019 سيكون لذلك تأثيرات سلبية هناك أيضا قوى إقليمية ودولية هي ضد يعني هؤلاء الإسلاميين وبالتالي وجودهم في هذه المعركة سيدر بها لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر